موسيقى مشاهدي سبوتشوت أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج وجهة نظر ضيف اليوم رئيس شبكة مرايا الدولية فادي أبو دي أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك وجميع مشاهدي سبوتشوت نجح التيار الوطني الحر بإيصال الرسالة وبق البحثة أخيرا راح على مجلس النواب بالجلسة التاسعة على انتخاب رئيس الجمهورية وخفض عدد الأصوات من 52 إلى 39 هيده تعتبر بمثابة فرق تأذن لحزب الله؟ فرق تأذن لحزب الله توصيف غير دقيق يعني هو بيعرف والكل بيعرف أن حزب الله ما بينعمل له فرق تأذن ولكن ميرس حقه الطبيعي السياسي داخل مجلس النيابي وأعتقد هذا الاختلاف وهيدي الرؤية مشروعة ضمن الحلفاء والأصدقاء وبالتالي من حقه الطبيعي أنه يروح على المجلس النيابي وينتخب سواء كان بالورقة البيضاء أو بغير الورقة البيضاء وبالتالي نحن بتقديري اللي عمله التيار الوطني الحر هو مارس حقه الطبيعي داخل المجلس النيابي كما مارس حقه الطبيعي في مجلس الوزراء كما يمارس حقه الطبيعي في كل الحياة السياسية شو هالضبط النفس الموجود عند حزب الله وشو هالتروي على حليفه قتال الوطن الحر سمى الجيري وسمى الحياة ولولا شوي سمانة على سخف كثيرا ويمكن تجاوز بعض الحدود برأيك لا تجاوز كل الحدود وليس بعض الحدود بالبداية موضوع ضبط النفس حزب الله بالتعاطي مع حلفاءه دائما يتعاطى بمنطق ضبط النفس وأن تأخذ المؤمن على ألف على سبعين حسن محمل حسن بالتالي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الوزير جبران باسيل للعلاقة مع حزب الله وهذه المرات المتعددة التي يتعرض فيها إلى حزب الله مرة بيتخطى خطوط حمراء مرة بيرجع عن خطوط الحمراء الاختلاف مشروع الخلاف مشروع الاختلاف بوجهات النظر أيضا طبيعي ومشروع لكن المشكلة تكمن في نقطتين أساسيتين وردت في البيان الذي تم توزيعه ونشره من العلاقات الإعلامية في حزب الله هوضي النقطتين هن أساسيات في التعاطي مع المشكلة الراهنة مع الوزير جبران باسيل أول نقطة أن ليس هناك وعد من قبل حزب الله بعدم حضور جلسة مجلس الوزراء هناك وعد من حزب الله بأن يكون هناك قرار داخل مجلس الوزراء في حال أي قرار داخل مجلس الوزراء أن يكون بإجماع المكونات السياسية مين هن المكونات السياسية؟ أني أمل حزب الله، تيار الوطني الحر، الاشتراك والمردة بس ما في هناك وعد أنه نحن ممرح نحضر جلس مجلس الوزراء في هناك وعد أن لا يكون هناك قرار داخل مجلس الوزراء إلا بإجماع كل الأفريقاء حزب الله تواصل مع التيار الوطني الحر وحزب الله وأيضا رئيس الحكومة نجيب ميقاطي تواصل مع كل الوزراء بما فيهم وزراء التيار الوطني الحر وحطهم بأجواء الجلسة طيب الوزير جبران بسيل لا يريد حضور الجلسة إذن لماذا لا يريد إذا كان الوزير جبران بسيل لا يريد المشاركة في جلسة مجلس الوزراء فلماذا لا يشارك حزب الله في مجلس الوزراء نحن نعتقد أن حزب الله منذ أن أعلن الوزير جبران بسيل المقاطعة للحكومة وسحب الوزراء وبتتذكر حتى في أيام الأخيرة للرئيس ميشيل عون الوزير جبران بسيل بوقتها هدد بسحب الوزراء واعتكاف الوزراء بوقتها حزب الله بلغوا أنه هو مش مع المقاطعة لأنه المقاطعة لن تؤتي بحل. مش هذا هو الحل الطبيعي لموضوع الخلاف بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي بتأديري أنا المشكلة لا تكمل لا في جلسة مجلس الوزراء ولا في الميساقية ولا في الشرعية ولا في الدستورية ولا في كل هاي السنفونية اللي عزفت على مدار 48 سنة هي رسالة إذن يريدوا إيصالها حزب الله إلى جبران بخير وزروة الحرف حبدا ما في رسالة حزب الله لا يتعامل بنظام الرسائل مع حلفاءه والوزير جبران بسيل يعلم تماما أن حزب الله لا يتعامل بنظام الرسائل معه إذا في شي حزب الله بدي يبلغه فهو يبلغه وإذا في شي مستجد حزب الله في موجود قنوات بمختلف القيادات والمواقع التي تتواصل مع الوزير جبران بسيل إذن ما في خطوط مقطوعة لحتى يكون في رسائل بتودي رسالة لما بيكون في خطوط مقطوعة الواضح أنه ليست المشكلة لا بالدستورية ولا بالمساقية ولا بشرعية الجلسة ولا بكل هيد المعزوف اللي عزفت على مدار 48 ساعة سواء كان من الوزير جبران بسيل أو من النواب أو من المغردين والقيادات وغيره السؤال الذي أتوجه فيه إلى الجميع لو لم يكن الوزير سليمان فرنجي هو المرشح الوحيد لدى حزب الله والسير والدفع بهذا المرشح ورحنا على جلسة مجلس الوزراء هل ستكون ردة فعل الوزير جبران بسيل مثل ردة فعله هلأ اللي حصلت المشكلة يحاول حزب الله كان عاطي وعد لجبران بسيل بأننا لن نسير بإسلامان فرنجية من دون أن نأخذ موافقة حتى الآن وعد حزب الله الصادق وعد حزب الله الصادق الصادق كلمة غير صادق ما بتنقال لحزب الله وجبران بسيل مع حفظ الألقاب بيعرف تماما يراجع دفاتر العلاقة تماما وأوراقها سطر سطر وكلمة كلمة ونقطة نقطة وبيعرف أن حزب الله كان الأصدق والصادق في العلاقة معه وفي العلاقة مع غيره ما عنده شي خبيه حزب الله عن حدا عندما يخاصم يخاصم بصدق وشرف وعندما يتحالف ويكون شريك يتحالف بصدق وبشرف ما نسمي هذا شو خصومي اللي عم بتسير لا مش خصومي مش خصومي حزب الله أبلغ الوزير جبران بسيل بأنه مرشحه هو سليمان فرنجي وقال أنه الممر الإلزامي لرئاسة الجمهورية هي الوزير جبران بسيل شو هو السلوك يلي عمله حزب الله يدل على عكس ذلك شين هو السلوك هل طلع بالإعلان وقال نحن مرشحنا هو سليمان فرنجي وبالتالي على الجميع أن يسير به هل راح حشد له هل راح تواصل مع القوى السياسية في لبنان والتف على جبران بسيل وأمل له أصوات علما أنه أنا كمان بحلقات سابقة قلت لك وبالمؤخرا طلعت أنه القوات حاولوا يتواصلوا مع حزب الله بالموضوع الرئاسي الكتائب حاولوا تواصلوا مش حاول تواصلوا مع حزب الله في الموضوع الرئاسي بكركي تواصلت مع حزب الله في الموضوع الرئاسي إذا حزب الله ما نمسكر أبوابه بوجه حدا ولكن جعل الممر الإلزامي لرئاسة الجمهورية هي جبران بسيل فبعين بيكون نكس بوعده مشكلة جبران بسيل أنه حتى الآن لا زال يعتبر نفسه أنه على لائحة المرشحين وهذا حقه وهذا حقه ما حدا عم بيقول لنا مش حقه لكن كل المحاولات التي يحاول أن يقدم عليها بهدف سني على الأقل حزب الله حتى ما أقول السنائي مع أنه هو يعلم تماما أنه قرار ملف الرئاسة بين حزب الله وحركة أمل هو ملف بالتشارك يعني متفهمين وخالصين موضوع الرئاسة مهما حصل من اختلافات في المواضيع الداخلية والخارجية حزب الله ملتزم التحالف مع التيار الوطني الحر ملتزم أن تبقى هذه العلاقة علاقة قائمة بدأ تطوير أكيد بدأ تطوير تفاهم مرمخاير تفاهم مرمخاير تفاهم عليه صر نقاط مية بالمية ولكن هذا لا يلغي هذه النقطة اللي بدي أأكد عليها هذا لا يلغي أن سليمان فرنجي هو المرشح السابت والوحيد لدى السنائي خبرني كيف بده يوفق حزب الله بين هذه المسألتين مسألة أنه نحن لن نرضى بأن نسير برئيس من دون جبران باسيل ولا نرضى أيضا أن نسير بمرشح غير سليمان فرنجي يعني بالآخر حزب الله معني بأن يقدم الكثير من الاجتماعات التفاهمات العروض بالآخر بآخر المطاف بده يوصل إلى مكان هو مفترق من الطرق في موضوع حسن ملف الرئاسي ولا شك أن هناك متغيرات تتحصل وأنا حكيت بأكتر من مناسبة أنه موضوع الرئاسي في إلو ثلاث طرق في إلو ثلاث طرق الممر هو أن يكون الوزير جبران باسيل الممر الثاني أن كما يحكى أنه في حال السعودية وافقت على سليمان فرنجية بالتالي يصبح النصاب وعدد الأصوات مؤمن لأنه ممكن ساعتها تروح كتلة القوات إلى التصويت مع سليمان فرنجية هذا شيء أبدا منه ويرد بالنسبة للقوات اللي هي أقرب لقائل الآن لحد الآن لحد الآن نحن بنعرف أن القوات اللبنانية ليس لديها قرار القوات اللبنانية تحصل على تعليمات وأوامر وتعليمات من الخارج وبتنفذها بشكل واضح وعلني ما حدا اليوم يحكيني عن القوات كأنه حزب لبناني سيادي وعنده قراره وعنده استقلاليته في عمله حزب القوات اللبنانية هو حزب يؤتمر وبتصله التعليمات وحق التعليمات بس هو كمان جرى تواصل بين عين التيني ومعراب وكان في رفض قاطع لمسألة ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية جرى تواصل من مين القوات اللبنانية مرجع أبكد على هذا الموضوع الموضوع الذي حكي عنه وضجف الإعلام أنه هناك تواصل بين حركة أمل والقوات اللبنانية أنا أبأكد لك جازما يقينا صادقا أنه لم يحصل أي تواصل بين القوات اللبنانية وحركة أمل في موضوع كحوار رئاسي ما حصل هو عبارة عن جلسة عشاء شخصية في بيت أحد الشخصيات بحضور مرحي مرياشي والوزير علي حسن خليل ولكن لا الوزير علي حسن خليل هو المكافر لا في ملف التواصل مع القوات داخل حركة أمل ولا الوزير ولا هناك قرار لدى حركة أمل بالتواصل مع القوات لفتح قناة حوار حول الملف الرئاسي قرار القوات اللبنانية عند مين؟ قرار القوات اللبنانية عند السفارة السعودية والسفارة الأمريكية طيب ما نحن عم نسمع عن مبادرة الفرنسية والسعودية والأمريكية حتى الآن نمتصق لأخواتين حتى الآن نمتصق لأخواتين حزب الله منذ البداية حدد أنه يجب أن يكون شخصية يا شخصية توافقية طيب وإذن طيار الوطني الحر أعدم حظوظ سليمان فرنجي إلى رئاسة الجمهورية وأطلق رصاصة الرحمة عليه إما انتفاق مرمخايل وإما سير بمرشح ثاني مشكلة التيار الوطني الحر أنه لم يقدم البديل مشكلة التيار الوطني الحر يريد أن يقطع الطريق على سليمان فرنجي دون أن يكون هناك بديل ما قالك نحن نتفق ونجتمع تلتفق على مرشح ثاني الآن الشخصية ذات المواصفات التي قدمها حزب الله أو الرؤية لرئاسة الجمهورية التي قدمها حزب الله تنطبق على سليمان فرنجي وبذلك يسير معه رئيس برري وبذلك يسير معه أغلبية السنة في لبنان أغلبية السنة ما حدا يضحك على حدا بنروح على الطائفة المسيحية بيقولوا لك أنه اليوم نايم بدي أمم ميثاقية مسيحية لشو سليمان فرنجي شو ما بتعتقد أنه في شبه استحالي للذهاب لا بالعكس يعني بصف واحد الحزب والله وطير الوطن الحرب بانتخابية الرئاسة سليمان فرنجي ليس مرشحا ليس مرشحا مقاوما وطالع بندقية حزب الله على بعبدة مش هيك سليمان فرنجي شخصية لا تثير الاستفزاز لأحد ولا تشكل الاستفزاز لأحد ولا التحدي لأحد أنا بدي أسألك حتى بآخر تصريح قدمه الدكتور سمير جعجع شو قال عن سليمان فرنجي تسألوا كلهم جميعا بالباطن بالداخل تسألوا عنكم مشكلة يصل سليمان فرنجي هل يقلق سليمان فرنجي فرنجي احد اذا وصل الى سدة بعبدة من الوزير جبران باسيل الي الدكتور جعجع الى بكركي الى 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 ما حد عنده مشكلة وزير جبران باسيل حكي عن هذا التريو من حكي عن هذا الترويكا اللية بعد أحكم البلد وهو متخوف منو يعني المشكلة مشكلة سلطة وليست المشكلة مشكلة مصلحة وطنية ومصلحة عامة بالبلد مشكلة جبران باسيل هو رئاسية يعني بعضه حاطب حينه على كرسي قصر بعبدة طبعا طبعا مشكلة جبران باسيل أنه أولا ترشيح سليمان فرنجي وهذا بيعتبره يعني سيصير كثير من التحدي بالنسبة لأله اثنين هو ما زال يعتبر نفسه مرشح حقيقي لرئاس جواني وإن كان يعلن وإن كان يعلن أنه أنا مش مرشح لرئاسة الجمهورية وإن كان يعلن ذلك يعني حتى هو عم بيقولك أنا مش مرشح لكنه هو ضمنيا ترك مجال ترك باب صغير أنه أنا ما بيسحب ترشيحي طب أيضا كمان حزب الله كان ماشي بي اسلامان فرنجي بس أيضا ترك الباب الخلفي مفتوح نحو ترشيح قائد الجاج والزافعون لرئاسة الجمهورية وشفنا هذه الرسائل الإيجابية نوعا ما أستاذ رشاد موضوع قائد الجيش لنأكد عليه مرة جديدة برأي حزب الله قائد الجيش هو علاقة طيبة مع حزب الله من موقعه قائدا للجيش نيح؟ مش معناته إذا في علاقة طيبة من موقعه قائدا للجيش ينسحب ذلك على الملف في الرئاسة حزب الله يعتبر أنه مرشح الوحيد والأوحد في هذه المرحلة التي يمكن أن يجمع عليها ويكون عنوان للتوافق هو سليمان فرنجي موضوع قائد الجيش ليس موضوع شخصي أريدك تعطيني هالإجابة حزب الله سيذهب بمعركة سليمان فرنجية إلى النهاية من دون جبران باسيل أي أو لا؟ حزب الله سيذهب هو حتى الآن لا يريدها معركة هو يريده توافقه تاروط الحر حتى الآن حتى الآن هذا هو الفرق اللي أقول لك يا حزب الله لذي أنه الصادق ولأنه لا ينكس بوعده مرح فيها كمعرك لأنه شو؟ الصادق ولا ينكس بوعده مرح فيها كمعرك يريده أن يكون رئيساً توافقياً طب أيضاً كمان هو عاطي وعد لسليمان فرنجية لا 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 شوف حزب الله عم أحكي عن سليمان فرنجية مش عن جبران المسيح حزب الله بعرفه حزب الله حتى الآن ما عطى وعد لحدا ولا وعد حدا حتى سليمان فرنجية حتى الآن إذا بتسأله بيقولك أنا ما أعلن ترشيح حتى الآن لأنه يجب أن يكون سليمان فرنجية رئيساً توافقياً في مختلف التقاطعات في لبنان ما بدنا نحن نضحك على حالنا ونقول نحن بنحكم أو فلان بيحكم أو فلان بيحكم هذا البلد بده بحاجة إلى رئيس توافقي يتحدث مع الجميع داخلياً وخارجياً حزب الله بده يمشي بسليمان فرنجية جبران باسيل ما بده يمشي بسليمان فرنجية حلا بنهاية المطاف بالسياسي كل الأبواب تفتح كما كل الأبواب تغلق يعني بالأخير النقاشات مستمرة والعمل مستمر على إيجاد مساحة مشتركة يستطيع من خلال السير فيها ولكن حزب الله لأنه الصادق ولأنه لا ينكس بوعده ما راح فيها بمعركة سليمان فرنجية معركة رئاسية كما ذهب في معركة ميشيل عون كمعركة رئاسية في ذلك الوقت الحل الوحيد ربما لي يتخلى حزب الله عن سليمان فرنجية هو بأن ينسحب سليمان فرنجية حتى الآن غير وارد بالنسبة لحزب الله وحركة أمل التخلي عن سليمان فرنجية وهذا الكلام حتى ترداده في الإعلام أو تكراره في الإعلام غير وارد هذا الشيء ما راح يأزم العلاقة أكثر فأكثر مش مفترض تأزم العلاقة من ناحية حزب الله حزب الله متمسك في العلاقة مع التيار الوطني الحر متمسك بالتفاهمات مع التيار الوطني الحر وأنا ما بعرف ليش الناس مستغربي هالأد هذه الاختلافات في السياسة مع التيار ليست المحطة الأولى إبران بسيل تحدث عن وجودنا الحر أهم من أي تفاهم عنده ما حدا أرب على وجوده ولا حدا بيقرب على وجوده وأعتقد أن العلاقة مع حزب الله كانت علاقة مبنية على أساس وجوده وعلى أساس وجود جميع المسيحيين وعلى أساس أن يكون الوطن وطن شراكة وليس وطن مستأثرا به من قبل شخص أو فئة أو حزب معين وبالتالي هو بيعرف تماما أن العلاقة مع حزب الله هي علاقة تحترم وجوده وهي علاقة ساهمت بشكل كبير في تنمية وجوده ودوره وهي علاقة كان فيها حزب الله واضحا وصادقا أن هذا البلد لا يمكن أن يبنى إلا بالشراكة وبالتالي مروحة علاقة علاقات حزب الله في البلد تختلف عن مروحة علاقات التيار الوطني الحر معقولي أن حزب الله أنه يروح يمشي بالعلاقة مع مختلف الحلفاء والأطراف داخل البلد كما يريدوا التيار الوطني الحر ما بيصير بس أيضا الرجل كمان أيضا سلفكم أنت عم تقول أنه نحن وقفنا إلى جانب الرجل الرجل أيضا تلقى السيامة الداخل والخارج تلقى حملة شرسة ضده أنت بتعرف هذا الشيء بالانتخابات وقبل الانتخابات وقف إلى جانبكم بالحكومة البتراء اللي سميت وقته نيل العقوبة هذا الشيء ما بيخلي الحزب عن جد أنه يكون وقف إلى جانب التيار إلى النهاية ويروح بشروطه إلى الأسجمهورية بدي أقول لك شرلي التيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل والعماد ميشيل عون يعلمون تماما أن حزب الله لا يتعاطى معهم بمنطق تربيحي جميلة بيت قوسية وما بيتعاطى معهم بموقع أنا عملتلك وأنت عملتلي حزب الله هذا الحزب الكبير هذا الحزب يلي كل تقاطعات الدول والإقليم والداخل في النهاية بتروح لتطلع إلى لبنان من خلال حزب الله صح؟ كل الدول تطلع تنظر إلى لبنان من خلال حزب الله حلقات حزب الله حزب مهم ومؤثر على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي أمريكا هيك بتحكي فرنسا هيك بتحكي الإقليم هيك بيحكي والداخل هيك بيحكي كل هذا المشهد اللي رسمتلك عن حزب الله لما بيفوت حزب الله ليتعاطى مع حلفاءه بيتعاطى معهم من موقع شو؟ الندية ومن موقع الاحترام المتبادل مثلي مثله وبالتالي كل هذا الكلام اللي عم بيرددوا الإعلام أنه جبران باسيل وقف مع حزب الله التيار الوطني الحر وقف مع حزب الله بتخيل أنه حزب الله لم يكن في يوم إلا شاكر لهذه العلاقة ومتمسك في هذه العلاقة وقد أدى ما أدى من عليه من واجبات كبيرة تجاه التيار الوطني الحر واتجاه العلاقة مع التيار الوطني الحر خلينا نقول كمان شغلي مهم جدا أنه اليوم ما يحكم من قبل التيار الوطني الحر حول العلاقة بين حزب الله وحركة أمل وحول أنه بتذكر مرة جبران باسيلة بيطلع بيقول نحنا عملين تحالف مع حزب الله مش مع حركة أمل إذا بتتذكر هيدا ما قولت حزب الله لما رشح العماد بيشيل عون وراح فيها معركة رئيسية في ذلك خلى عن حليفه حركة أمل الرئيس نبيه بريكن وضع فيتو على الألعماد بيشيل عون ورغم ذلك حزب الله صار حتى النهاية في معركة رئاسية لألعماد بيشيل عون ولكن ما راح إلى كسر العلاقة ولا طلع حركة أمل قالت نحنا بنكسر العلاقة مع حزب الله وهذا انشقاق وهذا ما حكوا هيك إذن خلينا نقرأ هيدا المشهد تقدر تقرأ بمقابله هيدا المشهد شو عم بيحاول التيار الوطني الحرية عمل هو يستعطف الحزب الله عم بيحاول الوزير جبران باسيل أن يقدم كل هذا السقوف العالية التي تحدث بها وهذا الكلام التي تجاوز بها الخطوط الحمراء خاصة فيما يتعلق بشخص سمحت الأمين العام وشخص الموضوع الصدق والوعد الصادق وهيدي التفاصيل لأنه هذا الكلام بتعرف حضرتك وبيعرفه كل الناس في لبدان أن العدو قبل الصديق يعترف بصدق سمحت الأمين العام وصدق مسيرة حزب الله هلأ هذا تجاوز من قبل الوزير جبران باسيل حزب الله اخذ قرار بالانضباط اخذ حزب الله قرار بضبط النفس لأنه حريص على حليفه وسيبقى حليفة ولكن ولكن في مشهدية أخرى يجب أن تقدم المرشح حزب الله وحركة آمن للرئاسة هو سليمان فرنجية الاختلافات الداخلية حزب الله دائما يمد يده للحوار ومعالجته حزب الله لم ينكس بأي وعد أعطاه للتيار الوطني الحر كما لم ينكس بأي وعد أعطاه لكل اللبنانيين وكلنا متذكر أنه أصلا عنوان سمحت السيد حسن نصر الله هو الوعد الساطر جبران باسيل الخطوة التالية اللي رح يخطيها هي الذهاب وأصبح بحل عن خيارات حزب الله سريد ذهاب إلى ترشيح ربما شخصية ترجبه في ميرس خياراته السياسية يمكن له أن يمارس خياراته السياسية بما يراه مناسبة هذا لا يعني انفكاك العقد والتحالف مع حزب الله معقول يكون هو رسالة للقطريين أو للأمريكيين عبر القطريين برجع بقول لك بالسياسي هو حر بخياراته هناك تنسيق في المواقف هناك مناقشة دائمة في موضوع المواقف وكل اللي عم براهن على انفقاك والافتراق التام بين التيار الوطني الحر وحزب الله هو واهم من هذا الموضوع حزب الله تبقى يده ممدودة طالما التيار الوطني الحر بده لحد الآن التيار الوطني الحر ما على انطلاق حزب الله متمسك بهذا التحالف المطلوب بشكل واضح هو أن يكون هناك تفاهمات واضحة حزب الله لديه مروحة من التحالفات ومن الحلفاء وليس فقط التيار الوطني الحر التيار الوطني الحر هو على رأس هؤلاء الحلفاء ولكن هذا لا يعني أنه هناك خيارات يمكن أن يمليها على حزب الله أو يمكن يمليها على البلد هذا المرشح هذا خيار حزب الله قدم رؤيته وراح نقشه بالصالونات المغلقة بالصالونات المغلقة أما حديث الوزير جبران باسيل مع حزب الله عم يكون بالإعلام أطرافين فينا نقول ذاهبين نحو الافتراق الرئاسي لا لا أبدا ليس حزب الله مستمر بالنقاش مع الوزير جبران باسيل طالما هو يريد النقاش أما إذا راح بخيارات سياسية مختلفة أخرى هذا حق الطبيعي هذا حق الطبيعي يروح بأي خيار بده اليوم هو يمكن يكون عنده خيارات تتقاطع مع القطري ممكن تتقاطع مع الفرنسي ممكن تتقاطع مع جهات أخرى هذا حق الطبيعي أن يمارس أي دور يريده لكن لا تهديد للعلاقة التاريخية بين حزب الله وطير وطني الحر من جانب حزب الله لا من جانب طير وطني الحر يعني هو بده يصحح بده يصحح ما قيل هو بده يصحح ما قيل حزب الله ملتزم كما قلت لك ملتزم بالتهديئة بس في نقطتين كما ورد في بيان علاقات العالمية في نقطتين واضحين أن حزب الله لم ينكس بالوعد لأنه لم يعطي وعد بعدم الزهاب إلى جلسة مجلس الوزراء بل أعطى وعدا بأن لا يصدر قرار داخل مجلس الوزراء إلا بإجماع الأفريقاء واثنين أنه ليس حزب الله من ينكس بالوعد ومن يخلف أو يطعم بصديقه وصلت الرسالة بنسبة للفراغ على هلأساس نحن رح نطول بفترة الفراغ الرئاسي لا تبين عن جد الطبخة أو الطبخة الخارجية ربما إحنا منطر الخارج بعد نهاية المونديال ستقدم قطر مبادرة تجاه لبنان مبادرة رئاسية طبعا ستقدم مبادرة رئاسية تجاه لبنان هذه المبادرة الرئاسية ستكون كبيرة وعميقة جدا يحكي عن زيارة قطرية إلى لبنان ما نقول نحن مبادرة هذا أول حول النقطة نقطة الثانية خلال هذا الشهر سيكون هناك مؤتمر للأمن الإقليمي خاص بالمنطقة سينعقد في الأردن وفرنسا أبلغت في آخر اجتماع لحزب الله مع حزب الله أنه سيحضر في هذا الاجتماع الإيراني والسعودي وهي تسعى لإجلاس الإيراني والسعودي مع بعضهم في هذا المؤتمر على ذلك ينعكس تبريدا في الأجواء أو تفاهمات معينة في الأجواء تنعكس على الساحة اللبنانية باعتبار أن فرنسا تملك مروحة من العلاقات جيدة مع مختلف الأطراف وبالتالي هذا قد يؤسس إلى علاقة طيبة أو حلحلة في الملف الرئاسي 2-3 هناك حديث جدي أن السعودية بدأت تنفتح على الوزير سليمان فرنجي وهذا أيضا مؤشر إضافي في هذه العلاقة 4 في موضوع العلاقة بين حزب الله وبكركي والحوار الذي حصل حزب الله أبلغ بكركي أن مرشحه أو سيدعم ترشيح الوزير سليمان فرنجي وبكركي لم تعترض طبعا هي تفضل ربما قائد الجيش ولكنها لم تعترض على ترشيح سليمان فرنجي خلينا نروح على هذه العلاقة إذن هذه المروحة الكاملة عم بحطك بأجواء هذه المروحة الكاملة تؤشر إذا كان في جدية إقليمية ودولية إلى لبنان سينعكس ذلك إجابا على موضوع الملف الرئاسي وهذا الموضوع قد يؤسس إلى أنه يسير وزير جبران بسير بموضوع سليمان فرنجي أو نجد حال حالة في هذا الإجاب ولحدها لأني متساويين بالحظوظ برأيك؟ مين؟ جبران سليمان فرنجي وجوزيف عونت؟ أعتقد أنه سليمان فرنجي لازال متقدما على قائد الجيش في موضوع الحظوظ الرئاسية والسبب ما بدي أحكي بأرقام دولية وداخلية وإقليمية وكذا لا بسبب أنه حزب الله ركن أساسي وكبير جدا في لبنان ومؤثر كما شرحت لك في الداخل والخارج حتى الآن هو يتبنى ترشيح سليمان فرنجي وهم بيعرفوا في الإقليم وفي الدول لا يمكن إتيام برئيس جمهورية في لبنان دون المرور والتفاهم ما حزب الله رئيس شبكة مرايا الدولية الإعلامي فادي أبو دية شكرا لوجودك اليوم شكرا لك مشاهدين الكرام هكذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة بتشكركم على حسن المتابعة وعلى اللقاء اشتركوا في القناة